الإرهاب يضرب من جديد بالأراضي الفرنسية وهذه المرة مدينة تريب بالجنوب الغربي هي مصرح الأحداث ويطلق النار مع احتجاز الرهائن بمتجر صغير هي وسيلة الهجوم وإذا كان تدخل قوات الأمن قد سهم في تحرير الرهائن والقضاء على الإرهابي المنفذ للعملية إلا أن الحصيلة كانت مؤسفة حيث لقي أربعة أشخاص مسرعهم على يد الإرهابي المنتمي لما يسمى تنظيم داعش ودى الأصول المغربية الرئيس الفرنسي وخلال تواجده ببروكسل في ندوة صحفية مشتركة مع المستشارة الألمانية كشف أن خطر الإرهاب في فرنسا لا يزال مرتفعا ما يستدعي إجراءات خاصة للحد من أطاره لسنا في حالة مثل ما كان في فرنسا منذ سنتين أو ثلاث سنوات عندما كان هناك تدفق المواطنين الفرنسيين من العراق ومن سوريا الآن تبعا هناك عادة من المجتبع بهم في النشاط الإرهابي ونحن نراقب جميع هؤلاء الناس وعقب هذا العمل الإرهابي عدو التسأل حول مدى فعالية الإجراءات الأمنية المفروضة في الناراضي الفرنسية للحد من نشاطات الجماعات الإرهابية والخلايا الإرهابية النائمة ترجمة نانسي قنقر